ده مناخ ده مناخ منفلت بالمناسبة اتسكت على باهر المحمد وهو بيصفع محمد هاني بالقلم هنفكركم بالواقع اللي حصلت في مطش الاهل والاسماعيل اهو اتفضلوا اتفضلوا اهي يعني وعلى فكرة لا جيب الصفعة الاول هات الصفعة دي في اخيرها عايزين الصفعة الصفعة في الاول الصفعة في بداية الاحداث اهي 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 الم باليمين وبالشمال وبعد كده اللي شادة في وش صورة تبقى القسم من حزين الشحات وعلى فكرة دي اثناء اللعب والحكم قدام عينيه انظر الصفع والمصفوع مطراتش ده الحكم مطراتش ده ده سوا بين الصفع والمصفوع ده مش ماش ده مطراتش لا اهي قبله قبله جيبها من اولها هات اولها على طول اهي اولها الم اهي 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 الم بالشمال لا ده مش اتحدك ورا معقبش باهر ها ده 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 الحكم ما طردوش سوا بين الاثنين واخد بالك اللي عملين يتباكو النهاردة وازاي 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 كباله معالي معلول هو وعلى محمود علاء ودي اهه اهه تاخد جزاء في لجلة نسبقات زي ما حصل مع سين الشحاب ليه تنتظر لازم الاندية تصعب مع بعضها قوم بدورك انت كاتحاد نسيب الاندية تتفرج عليك وتاخد حقوقها من غير ما تصعب بينها وبين بعض ولا ولا تقهم جماهيرها في هذا الامر لاني عارفين ان كان الغرض اقام جماهير الايل والاسماعيلي في مواجهة وان الدنيا مش مستحملة وبيمنطق الكبار وبيشأن الكبار وبقيمة الكبار تتحمل الصغار ولكن طالما انك بتتكلم بقى وبتزور بقى وبتشير الفتن بقى وبتشير الاوجاع بقى دون ان تعبق بالمسئولية مسئوليتك كمواطن مصري وتقلق في مرة في علاقتك بالجزائر ومرة بعلاقتك في تونس ومرة بعلاقتك بالسودان ومرة بعلاقتك ب دل توصلت انك انت تتهم جماهيرنا بالعنصرية عشان تكسب مكسب رخيص ولولا العقلاء هنا وهناك لتطاعدت الامور أي